أعلن المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو مهاجم الأهلي السعودي ونجم لفربول الإنجليزي السابق أنه أصبح قسيساً إنجيلياً وتم تكريس فيرمينيو الأحدى في مسقط رأسه ماسيو شمال شرقي البرازيل في كنيسة مانا وكان اللاعب قد أسس هذه الكنيسة قبل ثلاث سنوات مع زوجته لاريسا بيريرا واثنين من القصاوسة هما جيرو فرنانديس وكيلا ميديروس وقال فيرمينو إثنان وثلاثون عاماً ثلاث سنوات على كنيسة ماناه يا لاها من ليلة لا تنسى منذ التقينا المسيح نريد أن يعرف الناس هذا الحب ألآن لدينا مسؤولية أخرى أن نكون رعاة وقد رافق هذا المنشور صور له وهو يبكي إلى جانب زوجته خلال الحفل وظهر في إحداها وهو راكع ووجهه نحو الأرض ولم يكشف فيرمينو ما إذا كان ينوي استكمال مسيرته الكروية وتضم كنيسة ماناه معبدين في إندلترا حيث لعب فيرمينو لمدة ثمانية مواسم من 2015 إلى 2023 في ليفربول وكان اللاعب قد شكل مع المصري محمد صلاح والسنغالي سادي يومانيه ثلاثياً مرعباً قاد ليفربول إلى إحراز دوري أبطال أوروبا عام 2019 والدوري الإنجليزي الممتاز في العام التالي بعد صيام دام 30 عاماً وسجل فيرمينو مع منتخب البرازيل 17 هدفاً في خمسة وخمس مباراة دولية وشارك في كأس العالم 2018 في روسيا وأحرز كوبا أميركا على أرضه في العام التالي ويشكل الإنجليون البرازيليون حوالي ثلث السكان البالغ عددهم 203 ملايين نسمة لكن بعض زعماء الكنائس القوية يقولون إنهم سيشكلون الأغلبية في غضون عشر سنوات ترجمة نانسي قنقر